صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برناوز وصمات زاكرو صباح الخير على كل زملاء وزملاء في داخل السوديو نحن نسح حاليا بمركز باربي اليوم راح نحكي عن احدث القصات الشعار واحدث تسريحات الشعار وبالاضافة راح نحكي على احدث المكاب تعرفون المكاب اكو شتاء اكو صيف اكو الوان انو مت تتخلى بالشتاء واكو ايوان تتخلى بس بالصيف اليوم راح نحكي عن كل هاي الامور فخليكم ميانا وتابعونا موسيقى 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 الشتائي والصيفي وشون الاختلاف والألوان بيهم. هلين بيك عمار؟ أكيد الميكب يكون مختلف. عدنا ميكب صباحي. عدنا ميكب سهرات. عدنا ميكب يكون ميكب عرايس. عدنا ميكب الشتاء عنه الصيف رح يختلف عن هذا الشي. هو يختلف أنه بالألوان دائما الشتائي يكون يعني الملابس أكثر شيء يبسوها يكون طواخات اللون الأسود أو الأحمر. فدام يكون المكياج أحس يكون كلش بارز يقول مثلا يعني نقول طوخ الحمراء أو السموكي بالضبط. دافية مثل ما نقول. والصيفي حسب الألوان داما تكون يلبسون الفاتحة اللي هي الأصفر البرتقالي يكون المكياج يكونيها فاتح. ألوان ربيعية مثل ما نقول. ألوان تكون فاتحة يعني مدائما غامقة. نركز أكثر شيء أنه ميكب يكون يعني صباح يكون ثمبل. ومثل ميكب السهرة. ميكب السهرة يكون قوي أوكي. وشي ميكب عن ميكب يختلف. أكيد أهم أنه نوع البشرة اللي بني إذا كانت سمرة أو حنطاوية أو بيضة. أكيد دازم نختار الدرجة الصحيحة للفونديشن حتى أنه تكون مضبوطة ويوجه ويوجه البشرة. أكيد شوفوا هاي الطريقة اللي هو أن نختار الفونديشن نوع البشرة. هاي مو بسهولة أنه أحد يختارها. برأيك عشان تنصح يعني كالبنات أن شون يختارون الفونديشن المناسب للبشرة مالتهم؟ يكون الدرجة الصحيحة على بشرتهم ولازم يختارون الشيء المناسب لوجههم. أكو بشرة جافة أكو بشرة دهنية أكو بشرة مختلطة تكون بهذا الشيء. فكل شيء متوفر بأنواع الفونديشنات للبشرة. فلازم يختارون الفونديشن الصحيح حتى يستخدموا على بشرتهم. أكيد. أو اللوس باودر أو اللوس باودر. أكو بنات يفضلون أنه يستخدمون فقط الفونديشن بدون باودر. وأكو بنات لا يحبون يستخدمون الفونديشن زايدا الباودر أو اللوس باودر. القصد أنه أنا كتلك شون أنوار إذا كتقل لهم أنه شون الطريقة نشون يختارون اللون يعني المناسب للبشرة. يعني مراته هو يصير أخطاء أنه يشترون الفونديشن وشوفوا بالمحل أنه تمام أوكي من يستخدموا بالبيت أنه ينصدمون بالنتيجة. لازم يستخدمون الفونديشن أولا بطريقة صحيحة توزيع الوجه على البشرة. وثاني شيء لازم يختارون الدرجة الصحيحة البشرتهم. أكو بنات تستخدم مثلا أكو بنات بشرتهم بيضة مثلا تستخدم الفونديشن أسمر. وراح يفرق طبعا أكيد راح يكون فرق بين البشرة مالتها والفونديشن اللي اختارته. فراح يسبب لها يجوز مشاكل أو بعد فترة أو موفو الكافر مثل ما نقول. راح يسبب لها أنه بشرتها أنه راح يتغير لون البشرة. ماذا تفضل أن الفونديشن البنات يتغير بالفورتشة أو بيوت بلندر؟ حسب الطريقة يعني حسب الأكوة عندنا نوازع بالفورتشة وبعدين نرجع لبليب. قصد أن الأحسن اللي يعني حتى يساوي اللون؟ أفضل أنه نستخدم نوازع بالفورتشة أول مرة وبعدين نرجع لبليوت بلندر. لأن بيوت بلندر توازع بطريقة صحيحة على الوجه. أنت ماذا تشوف نحسا الجو مالتنا يعني لا حار ولا بارد. فشينو برأيك الألوان المناسبة لهذا الجو مالتنا؟ يعني تكون ألوان لا غامقة كلش ولا ألوان فاتحة كلش. ألوان يعني تكون دارجة هسا الموديل الدارج يعني يكون مو كلش ألوان غامقة. يعني مو ميكاب سهرة مثل ما نقول. شنو الأسأل الألوان؟ الألوان دائماً الزباعن يحبون هذه الألوان تكون الزهرية. تحب الزباعن الألوان تكون على ترابي الألوان الترابية. هادا الشي هما اللي يحبون. أنت اليوم ش راح تشوفنا؟ اليوم راح نشتغل عالية في الشي حالي و سمبل. وان شاء الله ستشوفين نشتغل. وان شاعدين مستمرين فخليكم ويانا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحلة الميكا وهسا راح نتحول على الشعار فخليكم ويانا وتابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس اكيد مسهرات او حفلات اشتركوا في القناة